لدى استقبال سموه للسفير الصيني لدى مملكة البحرين أكد صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية تعزيز التعاون الخليجي الصيني وفتح مجالات أوسع للاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين الجانبين فيما أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة عن تقديره لمواقف سموه في توطيد العلاقات القائمة بين الصين ومملكة البحرين ودول المنطقة وقال أنتم يا صاحب السمو لكم الريادة في فتح العلاقات الصينية الخليجية ونحن نستفيد من خبراتكم في دعم هذه العلاقات عبر تعزيز التعاون في العديد من المجالات وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لغضبية اليوم السيد أنوار حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة حيث بحث سموه معه علاقات التعاون المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها والبناء على ما تحقق من منجزات وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عمق علاقات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وما يجمع بينهما من شراكة متميزة في العديد من القطاعات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية ودعا سموه إلى تكثيف الزيارات بين المسؤولين في البلدين لما لها من أهمية في زيادة وثيرة التنسيق والتشاور في كل ما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين وأشهد سموه بما حققته جمهورية الصين الشعبية صديقة من تطور في مجالات التكنولوجيا داعيا سموه إلى مزيد من الشراكات والتعاون الوثيق بين البلدين في هذه المجالات وبالشكل الذي يحقق منافعهما المشتركة من جانبه عرب سفير جمهورية الصين الشعبية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه ودعمه الدائم لجهود توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين من جهة ولجهود سموه في تطوير العلاقات الخليجية مع الصين من جهة أخرى وأكد اهتمام بلاده بأمن واستقرار المنطقة والبحرين لأن ذلك من شأنه أن يوفر المناخ الملائم لتطوير التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية ويدعم تقوية أواصل العلاقات مع مملكة البحرين والوصول بها إلى أفاق تخدم المصالح المشتركة مشيرا إلى أن المستثمرين الصينيين يشعرون بارتياح بالغ في مملكة البحرين في ظل ما تمتلكه من أنظمة وقوانين متطورة تدعم الاستثمار في مختلف المجالات